ولنقاش إعلان وزارة الهجرة والمهاجرين قطع المعونات عن نازحية المخيمات والتحذيرات الحقوقية الدولية التي تحذر بطبيعة الحال من تفاقم أوضاع النازحين في العراق مع استمرار الانتهاكات ضدهم لسيما بعد مجزرة المقدادية معنا الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب الأستاذ عبدالقادر النايل مرحبا بك معنا سيد عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام كيف يمكن فهم ما قامت به حكومة الكاظمي تقطع المساعدات من جهة عن النازحين ثم تطلب منهم العودة تتعمد حكومة الكاظمي ومجمل أحزاب العملية السياسية على استهداف النازحين في عدة أوجه ومنها قطع المعونات أو قطع استحقاقات من البطاقة التموينية وهذا حقيقة الاستهداف ليس الأول في ذاته إنما هناك استهدافات كثيرة فضلا على أنهم استهدفوا أطفال وأبناء النازحين من خلال عدم تمكنهم من التعلوم فنحن يعني يرزخ فيه جيل أمي كبير في مخيمات النزوح ثم الإجبار القسري للعودة إلى مناطقهم بحجة إغلاق معسكرات النازحين دون أن يكون هناك أي مساعدة حقيقية من أجل بناء أو تعويض دورهم المهدمة أو حتى بنية تحتية موجودة في هذه المناطق هذا التعمد حقيقة في إذاء النازحين هو منهج حكومي بإطار طائفي ليس له تفسيرا آخر فلأن أغلب النازحين من المكون السني فهم يستهدفون هذا المكون من أجل حقيقة الذهاب لإجبارهم على ترك العراق وما يحدث الآن على حدود بلاروسيا دليل واضح تماما على أن مئات الذين أعادوهم أو أودعوهم في مخيمات النزوح وهذا دليل واضح على أن هؤلاء هم من هاجروا وتركوا العراق لأن حياتهم أصبحت مأساوية فهم في داخل المخيمات في مأساة كبيرة بدون غذاء أو أي مؤشرات أخرى يمكن أن يستمروا فيها في العيش من الصحة والتعليم وفي المقابل لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب تهديمها من العملية العسكرية فإذا لا حل لهم إلا بالخروج وهذا ما تطمح عليه حكومة الكاظمي من أجل تغيير التركيبة السكانية في هذه المحافظات هذا كله أستاذ عبد القادر من ناحية من ناحية أخرى وزارة الهجرة والمهاجرين تبرر قرارها بأنها لم تعد قادرة على دعم النازحين بسبب قلة التخصيصات المالية أين تذهب أموال العراق إذن؟ تذهب أموال العراق وسرقتها يعني هناك كثير من ملفات الفساد في قضية النازحين لو كانت هناك سلطات حقيقية أو هيئة نزاها تفتش في كثير من العقود المالية التي استولت عليها وزيرة الهجرة أو من يدعمها وهو مسؤول ميليشيات ريان الكلداني كثير من الملفات التي حقيقة سرقوا فيها مستحقات النازحين الذي خصصت لهم وبالتالي أكذوبت أن العراق ليس فيها أموال وصعوبة إعطاء النازحين هم ماذا يعطون النازحين وماذا يكلفون من الأموال النازحون يعني 50% إلى 60% يستقبلون من المنظمات الخيرية يعني مساعداتهم وبالتالي لم تقدم وزارة الهجرة أي شيء ما الذي قدمته؟ هل قدمت بناء مدارس داخل هذه المخيمات؟ أم قدمت لهم وسائل التدفية؟ أم قدمت لهم ما يعينهم في الحر من أبسط مقاومات الأمور؟ حقيقة معاناة النازحين شديدة وحتى ملفات يعني اليوم وصلني ملف مهم تماما أن ديوان الوقف السني قد خصص مليون ونصف لكل عائلة من جرف الصخر من طبعا من هيئة الاستثمار التي تعود من زكاة المسلمين في العراق بالتالي تم توزيع فقط على عوائل الموظفين في هذا الديوان من عوائل جرف الصخر وأقل من هذا المبلغ بينما ذهب المبلغ المقرر عليه إلى جيوب الفاسدين وهكذا ما يجري أيضا في وزارة الهجرة والمهجرين فهي تسرق أموال النازحين وإلا سعر برميل النفط اليوم عالي والفروقات المالية عالية تماما كان المفروض يخصصون أموال أكثر من أجل ديمومة حياة النازحين لكنها تفعل ما هو أكثر من ذلك أستاذ عبد القادر وفقا لمنظمة ميرسي كوربس الدولية التي قالت بأن هناك صعوبات تعرق العودة مليون ومئتي ألف نازح إلى مناطقهم في العراق وعدم وجود برامج لضمان حلول مستدامة لهذه العودة بدل أن تقوم الحكومة بصياغة هذه البرامج هي بالعكس تقطع المستحقات والمخصصات المالية الخاصة بهم بالتأكيد لأنه فقط أنا أصحح الرقم مليون ومئتي نازح في مخيمات النزوح لدينا ما يزيد عن مليون نازح في قليم كردستان نعم هم يسكنون في بيوت مستأجرة لكن حياتهم أيضا صعبة لشحة الاستيجار وبالتالي يعانون معاناة شديدة داخل قليم كردستان يعني نتكلم عن ما يقارب مليونين ونصف داخل العراق نازح هؤلاء كلهم يريدون العودة إلى مناطقهم لكن الحكومة تتعمد إهمال بناء هذه المناطق أو توفير البنية التحتية من مياه صرف المجاري وتوصيل المياه والكهرباء أو حتى تعويضهم لبناء منازلهم هذا كله يقتضي حقيقة من أجل التغيير الديمغرافي فبالتالي الحكومة تبحث عن كل ما يجعل هناك يأس حقيقي للبقاء في العراق من هؤلاء النازحين وكما أسلفت لك هم حقيقة عندما يتم تهجير أكثر عدد من الناس وبالتالي يمنحون الجنسية العراقية لمواطنين أجانب ربما ميليشيات إيرانية وغيرها والفضائح متوالية على إسكان أو منح الجنسية في ديالة وغيرها من غير العراقيين لذلك هم يتعمدون في إطالة أزمة النزوح أولا وهي لا قيمة لها فهي قضية مفتعلة كان يفترض أن تكون هناك حلول مستديمة وبالتالي هذه الحلول تهدف إلى عودتهم السريع الآمنة المطمئنة إلى ديارهم لكن الحكومة تتعمد استهداف النازحين بطريقة صريحة وواضحة تماما لأن لهناك لا يوجد حساب عليهم وبالتالي ضميرهم قد مات والسياسيين الذين يدعون تمثيل النازحين هم أيضا شركاء أساسيين في عملية ابتزاز النازحين وإطالة معاناتهم ولعله كان من أصعب المواقف أن يذهب النازحون للهجرة إلى أوروبا فيعادوا إلى نفس المعسكرات مرة جديدة بل والأصعب من ذلك والأسوأ من ذلك سيد عبد القادر أن هناك مجازر تقوم بها الحكومة أو جهات ميليشيوية على غرار ما جرى في قضاء المقدادية أيضا بحق هذه المخيمات ومناطق النزوح لماذا زيادة هذه المآسي على الناس؟ زيادة المآسي لأن أصل العملية السياسية مبنية على الذهاب باتجاه الطائفية وإشاعتها وقد رأيتم أن كل أزمة تخنق العملية السياسية يتم استهداف هذه المحافظات المنكوبة أو النازحين أو قراءهم وما يحدث في المقدادية شاهد عيان وطائفية الكاظمي واضحة عندما يستقبل من قرى الرشاد الذين جرى عليهم الاستهداف ولا يستقبل أحدا ولم يتكلم إلى هذه اللحظة لما يجري من قرى المقدادية الأخرى الذي تم تهجيرها وهذا صراحة وأدلة واضحة على تعمد هؤلاء بطريقة واضحة وإلا كان المفروض بهم عندما يتم حقيقة رجوع النازحين من بلاروسيا والأزمة أصبحت عالمية والكل يتحدث عنها كان المفروض أن يخجلوا من أنفسهم وبالتالي يعطون بعض الأشياء التي يمكن من خلاله أسعاف النازحين وهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك ذهبوا إلى قطع أي معونة من مستحقات النازحين حتى لمفردات البطاقة التموينية يتم قطعها عن النازحين كل هذا حقيقة هدفه واضح تماما هو إشاعة الطائفية في العراق تفكيك المجتمع العراقي التغيير الديمغرافي الذهاب إلى ما أبعد من ذلك لينم عن حقدهم الدفين الواضح والصريح تجاه الشعب العراقي فهم يحقدون على كل عراقي وقد رأيتم حقيقة كيف تسفك الدماء بإطار واضح تماما وهذا لا يعني أن العراقيين يعيشون برخاء في بقية المناطق لكن أقل تقدير أنهم يسكنون في منازلهم لكنهم أيضا يعانون من معاناة كبيرة اقتصادية وتدهور حال لأوضاعهم الاقتصادية والصحية والتعليمية وكثير من الملفات الذين يعانون فيها على حساب زيادة تخمة الفاسدين بأموال العراقية أشكرك سيد عبدالقادر النايل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب